تخصيص الوحدات السكنية مشاريع الحنينية والرفاع الشرقي والغربي للإطمئنان على اكتمال نسب الإنجاز للوحدات والبنية التحتية ليعلن الحمر عن شروع الوزارة في تخصيص 415 وحدة سكنية من المناطق المذكورة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة تأتي هذه السيارة في الواقع للاطلاع على جهوزية هذه الوحدات السكنية إلى الحمد اليوم نحن موجودين في مشروع الاحنيني الإسكاني ومشروع الرفاع الشرقي الإسكاني ومشروع الرفاع الغربي الإسكاني والله الحمد طمننا على أن هذه الوحدات جاهزة للتسليم الفوري وبعد زيارة الوزير بدأت وزارة الإسكان في صباح اليوم التالي في تخصيص الوحدات السكنية بدأتها بتسع وخمسين وحدة من مشروع الرفاع الغربي ومن ثم تخصيص ثلاث وستين وحدة سكنية لمشروع الرفاع الشرقي الذي أجريت عليه أعمال السحب الإلكتروني للمواطنين المستفيدين ويأتي توزيع مشاريع المحافظات الجنوبية على طلبات الإسكان القديمة ضمن خطة الوزارة في إنهاء مسألة تلبية طلبات التسعينيات على مستوى المحافظة بشكل خاص وباقي محافظات البحرين بشكل عام في أسرع وقت ممكن بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين